حضرتك محق في مسألة الإطار القانوني وسألت عنها سيد إبراهيم منذ بداية حلقتنا الليلة لكن جملة من الأسئلة سيد إبراهيم أولا الفكرة الأوروبية هل معها هناك عقبات لإنشائها هذه النوعية من المحكمة؟ أين ستكون هذه المحكمة؟ هل ستكون في لهاي على الأراضي الهولندية كما الجنائية الدولية؟ كذلك نقطة الماليات يا سيد إبراهيم من سيقوم بالصرف على إنشاء هذه المحكمة؟ وكيف سيتألف الطاقم الذي سيعمل بها ويحقق في الأمور؟ جملة من الأسئلة هل أجابت عليها أرسولة بوندللين؟ يعني هي المحاكم دائما هذه المحاكمة الجنائية الدولية أو المحاكمة الدولية التي تختص بالجرائم مثل حالة في أوكرانيا أو حتى الحالات الثانية التي صارت بدول تانية دائماً يكون التمويل باعتمد على الدول الأعضاء التي ساعدت بإنشاء هذه المحاكمة أو من ضمن مجلس الأمن بالحالات التي شفناها بحالة راوندا أو بحالة غسلافيا تعتمد على التمويل من هذه الدول الأعضاء واضح أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه مقدرة على تمويل هذه المحكمة ولكن التحدي الأكبر أنا بالنسبة اللي بشوفه هو آلية حضار هذول الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم إلى مكان المحكمة بأي مكان كانوا حتى سواء لهاي أو بمكان بأوكرانيا أو بدولة أوروبية تانية يعني هناك مخصصات يا سيد إبراهيم سيدي يعني العلم بأسر يا سيد إبراهيم يعي أن أوروبا لديها مشكلة في الغاز لديها مشكلة في التضخم لديها مشكلة في الوقود لديها مشكلة في ارتفاع الأسعار أن مع جملة المشكلات المعقدة في داخل الأوروبي ستكون هناك مخصصات لإنشاء هذه نوعية من المحكمة أكيد 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 رح يكون في مخصصات لأنه في المحصلة يعني هذه المحكمة أكيد ما رح تكون مخصصاتها مثل ما أنت بتخيل أنه المبالغ الخيالية رح تكون أكيد رح تكون مكلفة ولكن ليس في هذه المبالغ الخيالية والعاقبة الأساسية اللي عم أحكي عليا هي رح تكون إحضار المجرمين لتكوا هذه الانتهاكات إلى المحكمة من داخل أراضي الروسية وهون التحدي الأكبر مثل ما عم نشوف حالياً بالحالة السورية في عدة مذكرات توقيف بحق مجرمين حرب مثل علي مملوك أو جميل حسن لنوع رأس المخابرات السورية لم صدرت مذكرات توقيف دولية بحقهم ولكن تنفيذ هذه المذكرات هو التحدي الأكبر بأحضارهم من داخل سوريا إلى المحاكمة